نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تحت عنوان مكافحة الغش التجاري والتقليد وأكد محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الغش التجاري تحول إلى هاجس عالمي وتحدي تتضافر الجهود الدولية لمواجهته يوما بعد يوم وعاما بعد عام لما له من آثار سلبية على اقتصادات الدول ومجتمعات الأعمال من جانبه أكدت جمع مبارك فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد حرص الوزارة على توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع شركائها الاستراتيجيين من دوائر التنمية الاقتصادية والجمارك وكافة المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية بالإضافة إلى القطاع الخاص من أجل الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد غرفة جارة صناعة الشارجة حريصة تنظيم هذه الورش باستمرار نظيمة لوعي أعضاءها المنتسبين في غرفة جارة صناعة الشارجة اليوم موضوع مكافحة الغش والتدليس من أكثر المواضيع الحيوية الهامة لوعي المجتمع سواء المجتمع الاستهلاكي أو المجتمع التجاري بهمية هذه البضاعة الموجودة الحمد لله اليوم في دولة الإمارات الممتحدة من خلال القوانين والتشريعات نركز على هذه الأمور وخاصة من ناحية وعي هذه المستهلكين ومحافظة على الجودة ترجمة نانسي قنقر